بدء عملية الحوار الوطني وجهين تحذيرا إلى من يحاولون تعطيل هذه العملية جاء ذلك خلال مناقشتهم في جلسة المجلس الليلة الماضية التي كرست للإستماع إلى التقرير الذي قدمها المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر وفي حين أثنى بن عمر في تقريره على تقدم المحرز على صعيد ترجمة خطوات المبادرات الخليجية واليتي التنفيذية أكد في الوقت ذاتي أن اليمن ما يزال يواجه تحديات رئيسية عديدة أبرزها إعادة هيكلة الجيش والأمن تحت قيادة الموحدة والسلاح المنتشر في أرجاء البلاد بجانب انتشار الإرهاب والفساد وقال إن العملية الانتقالية مهددة من قبل الذين لم يفهموا بعد أنه يجب القيام حاليا بالتغيير فالمعطلون من كل طرف لم يتخلوا عن عرقلة العملية واستغلال عدم الاستقرار وأضاف أن كثير من اليمنيين ينتظرون من مجلس الأمن مراقبة هؤلاء المعطلين عن كثب ومعاقبتهم إذا اكتضى الأمر وقد أوضح بن عمر أن مناخ عدم الثقة لم يتبدد بين الكتلتين السياسيتين الرئيستين في البلاد والتين تشكلان حكومة الوفاق الوطني قائلا إنه فيما يشعر المؤتمر الشعبي العام أنه مستهدف بشكل غير عادي لاستبعاد كوادر محسوبة عليه تشكل معارضة السابقة المشاركة حاليا في الحكومة من عدم كفاية التمثيل وتسر على السعي إلى تعينات في مناصب رئيسة مشيرا إلى استبرار الحملات الإعلامية بين الطرفين الذين وقعا على المشاركة في حكومة وفاق وطني حيث يذكي أن نهج التحريري الحزبي لوسائل الإعلام المملوكة لكل الطرفين نار العلاقة المتأزمة أصلا وأردف المبعوث الأممي قائلا أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح ما زال ناشطا كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتصرف كقائد للمعارضة ويكيل النقد لحكومة الوفاق الوطني وذلك بالرغم أنه يمثل نصف تشكيلها وأشار بن عمر إلى أن لجة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني الذي تشارك الأمم المتحدة في الأعداد له كانت وصلت قبل بضعة أيام إلى طريق مسدود في نقاشها لنسبة تمثيل وتخصيص المقاعد للمكونات التي ستشارك في مؤتمر الحوار وأنه بناء على طلبها قدم بن عمر أفكارا للمساعدة في تقدم عملية الحوار مع التشديد في عظم وجود معادلة مثالية يمكن أن ترضي جميع الأطراف معبرا في هذا الشعر عن ساعدته في سام تلك الأفكار في حال القضية الخلافية الأخيرة والتي واجهت اللجنة التحضينية بالقرار الرئاسي بتعيين لجنة جديدة للانتخابات لتقوم بوضع لوائح انتخابية جديدة وقد أشاد المبعوث الأممي بالقرار الرئاسي بتعيين لجنة جديدة للانتخابات لتقوم بوضع لوائح انتخابية جديدة للتحضير للانتخابات المقبلة التي يبدو الطريق نحوها طويلا وصعبا ودعا بن عمر مجلس الأمن وشركاء الدوليين إلى دعم عملية الانتقال السلمي في اليمن والتي ترتكز على خارطة طريق واحدة تحظى بتأييد كبير من الشعب اليمني وتوفر رؤية وفرصة لمشاركة فعلية من الجميع ويعاني ربع مليون طفل من سوء التغذية الحاد وفي الجلسة أيضا القل منذوبة دائم لبلادنا لدى الأمم المتحدة جمال السلال كلمة أكد فيها أن الأطراف السياسية اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي تعمل من أجل إنجاح العملية السياسية الانتقالية ودعم جهود الأخ الرئيس عبد الربو منصرهادي رئيس الجمهورية مؤتبرا زيارة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أواخر نوفمبر الماضي إلى اليمن رسالة دعم واضح من المسمع الدولي لهذه الجهود وتناول السفير السلال الصعوبات والعواقل التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العملية السياسية الانتقالية وفي مقدمتها تهديدات تنظيم القاعد الإرهابي على وتنع على ما تواجه الحكومة من أزمة وتحدي حقيقي في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية ومن جانبها أكدت روسيا استعدادها لتقديم المساعدة لإجراء مؤتمر الحوار الوطني في اليمن وأشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في تالي تشوركين إلى الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل الخروج من الأزمة السياسية موضحا أن موسكو تنشط في هذه المرحلة الاتصالات بالمسؤولين في اليمن وأتحثهم على التعاون وأكد المندوب الروسي ضرورة تثبيت وتعزيز نتائج فعاليات مؤتمري أصدقاء اليمن لقد قدمت للتوئحات لمجلس الأمن حول الوضع في اليمن وانا سعيد جدا لكون أعضاء مجلس الأمن لا يزالون ملتزمين وموحدين في دعمهم لعملية الانتقال السلمي في اليمن لقد عبر اليمن مرحلة فاصلة باحتفاله بالذكرى الأولى لتوقيع اتفاقية نقل السلطة في نوفمبر من العام الماضي وخلال عام تحول اليمن من بلد تتجاذبه النزاعات ويقف على حافة انهيار إلى أمة تطلع إلى مؤتمر الحوار الوطني وإلى صنع مستقبلها لكن التحديات تظل كبيرة وجدية فتنظيم القاعدة يشكل تهديدا خطيرا وإعادة هيكلة الجيش تستلب دعما متواصلا وإصلاحات مؤسسية جوهرية من أجل الوصول إلى قوات مسلحة موحدة وتعمل في إطار سيادة القانون كما أن تخريب أنابيب النفط والبنيات الاقتصادية يشكل إحباطا لليمنيين الذين غرقوا خلال الأيام الماضية في ظلام دامس بسبب انقطاع الكهرباء وللأسف لا يزال انعدام الثقة بين مكومي اتلاف الحكومي قائم مع عدم قدرتهم على تجاوز خلافات الماضي والمدي قدما إن الإرادة السياسي للأحزاب الرئيسية تشكل عامل الحسم في نجاح المرحلة انتقالية أو فشلية ومن بين القضايا الأساسي التي تحتاج للمعالجة المسألة الجنوبية فقد كرست سنوات من الوعود الجوفاء السياء الجنوبيين وعمقت إحساسهم بالتهميش ولذلك بات ضروريا اتخاذ إجراءات جريئة لبناء الثقة وفي مقدمتها الإقرار بمظالم الماضي إن الحوار الوطني يشكل فرصة تاريخية لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الجنوبية لقد عملت أنا وفريقي عن قرب مع اللجنة الفنية المكلفة بالتحضير للحوار الوطني وكان مصدر إلهام لنا أن نتعامل مع مجموعة متفانية تهيئ الأجواء تهيئ الأجواء لحوار ستحكمه الشفافية والفعالية وستنخذ عنه نتائج ذات مغزى بالنسبة ليمنيين ونحن نتوقع من اللجنة الفنية أن تنهي تقريرا نهائي من دون مزيد من الوقت أنا سعيد جدا لصدور المرسوم الذي ينشئ اللجنة الانتخابية وعلينا الآن أن ندفع باتجاه تبني سجل انتخابي جديد إن المشوشين على العملية الانتقالية لا يزالوا نشطين ومن الواضح أن هناك عناصر رئيسية لم تستوعب انتقال اليمن نحو الاستقرار ولا تداعمه ومع استمرار العرق لا يتوقع اليمنيون من مجلس الأمن أن يراقب المعرقلين عن كثب وأن يحاسبهم إن كل ما سبق يجري على خلفية اقتصارية هشة وأزمة إنسانية حادة فنصف السكان تقريبا لا ينعمون بالأمن الغدائي وعدد الذين يقفون لحافة المجاعة مثير للقلق بينهم ربع مليون طفل يعانون من سوء التغذية وإذ نشيد بالتزام الدول المانحة وشركاء اليمن بتقديم سبع مليارات ونصف مليار درار لمساعدة البلاد على النهوض فإن خطة الاستجابة للحاجات الإنسانية في اليمن لم تمول إلى اليوم سوى في حدود 57% ولذلك فإن التزام شركاء اليمن ضروري لكي يلمس اليمنيون تحسنا في حياتهم اليومية لقد كنت بجانب الأمين العام في اليمن في احتفالات الذكرى الأولى لتوقيع اتفاقية ناقل السلطة وقد شدد الأمين العام على أنه لن يدخر جهدا لضمان دعم الأمم المتحدة الكامل لمسيرة الانتقال المميزة في اليمن سنواصل العمل عن كثب مع أعضاء مجلس الأمن والذين يتبنون موقفا موحدا إزاء اليمن كما سنواصل العمل مع دول مجلس تعاون الخليجي ومع بقية شركاء الدوليين لدعم انتقال سلمي في اليمن طبقا لقرار مجلس الأمن 2014-2051